بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من الطريق إلى النجاح وفي المحطات اللي احنا ماشينا فيها قبل كده اتكلمنا على حاجات كتير من سعب ما بدأنا على قوة التوكل على الله وروعتها التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن هنا تعرفنا على قدراتنا الليها محدودة بدأنا نتكلم على المفهوم الذاتي أنه مكتسب أنه منتظم أنه ديناميكي بعد كده نتكلم على إدراك وأنواعه الإدراك اللواعي إدراك الإيجابي والإدراك السلبي إدراك السلبي إدراك الإيجابي إدراك قدرات وإدراك الإمكانيات بعد نتكلمنا على إدراك القوة المحركة للسلوك البشري اللي هي الآلم والسعادة من هنا تكلمنا على الملاحظ الداخلي لو بيفكرك باستمرار إزاي تعيش كويس بس ما أقولكش تعمليها فقط بيوسع أفاقك بعد نتكلمنا على القاضي الداخلي لو قلت لأي حاجة سلبية عن نفسك بتحكم عن نفسك بالسجن الداخلي فممكن الإنسان يبقى محبوز في سجنه سجن مصنوع من الزات فاخد بالك تبتقول لنفسك إيه واتكلمنا بعد كده بدأنا في الاحتياجات العشرة الإنسان محتاجها وكلمنا على الأول الاحتياج فيهم اللي هو البقاء والأمان وأن الإنسان لو أي حاجة نقصها في بقاءه سوى في أكله أو شربه أو دخله عمله أولاده صحته بيخرج عن الاتزان وبيعمل أي حاجة عشان خاطئ يرجع نفسه تاني للحيز اللي هي سميناها منطية الأمان وتاني احتياج بعد البقاء والأمان اللي هو الضمان والاستمرارية أنك عاوز تضمن بقاءك وعاوز يكون مستمر في الزمن هذا البقاء وتالت حاجة تكلمنا فيها أن احنا عاوزين نحب ونتحب والمرة اللي فاتت تكلمنا شو هي قلت لك ابدأ من دلوقتي على طول عارف أنت لازم تعرفت زي تحب عارف بتحب كلمة حب دي الحب نفسه أنك تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك تحب الرسول على الصلاة والسلام بيعارف بتحب نفسك حد يقولي تحب نفسه هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في الحب في التسامح والحب وكلام ده كله مش حكاية حب ذات أنا بهديتي زي ما أنا سبحانه وتعالى لأنه عندي ده هحبك أنت يا فردا أوزي دي لك 12 فاحة وما عنديش تفاح لازم أنزل أشتري تفاح عشان دي لك أنت تفاح فلو ما عنديش حب جوايا هحبك أنت ازاي فلازم الحب يكون مزروع جوايا عشان أعرف أحب عشان كده أنا جزء من قوة الطاقة البشرية وده العلم التاني لفضل الله سبحانه وتعالى أسسته وأصبحت مركة مسجلة عالميا بقول للناس لو بتحب إنسان أكتر من نفسك بتأذيه وتأذي نفسك طبعا الله ورسوله ما مندخلهمش في حاجة زي كده لما تزيك تقول أنا بحبك أكتر مني دي مشكلة لأن أنا ببعث لك الكلام إن أنا بحبك أكتر مني وببعث لك الأحساس إن أنا ما بحبش نفسه ما عرفش عني حب فبقى زيك وأزي نفسي فتبص تلاقي أنت لازم تتعلم إزاي الحب إن أنت نفسك حب فبتجي الحب فترى بداية تتحضن لحواليك يعني عارف لما تحضن ماما تحضن بابا عارف تسعيدهم بتحس بسعادة تم النهاردة هنبدأ نتكلم على السبعة التانين من الاحتياجات الخاصة للإنسان الاحتياج الرابع هو التقدير 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 عارف إنك تحس نك متقدر وتحس نك ناس كمان بتقدرك هل عمرك سمعت أحد يقول هنا محدش بيقدر أو في الشغل ده محدش بيقدر أو في البيت محدش بيقدرني أو الدنيا دي مابتقدرش حاجة كلمة التقدير دي جاي من التقدير الذاتي هل يعترف أنت بتقدر نفسك؟ هل عندك حد في العائلة بيقدرك؟ هل حاسس حد يحبك ويقدرك بدون شروط؟ عرف التقدير ده عندك نابليون بونابارت قال لك أنا ممكن أعيش أسبوع بحاله على تقدير وليم جيمس اللي هو بنسميه أبو عيل من نفس الحديث قال لك من أعمق احتياجات الإنسان الحب والتقدير عرفوا إحنا صغيرين كنت تشد تشد ماما تشد بابا ماما بصيلي بابا بصيلي بصيلي أعاوز الناس تبصيلك أعاوز الناس تقدرك شوف هنا روعة الله سبحانه وتعالى وقل أعملوا فسيرى الله أعملكم ورسوله والمؤمنون سبحانك يا رب ربنا سبحانه وتعالك اعمل بقى وأنا حبصيلك بنفسي مش أنا بس والرسول والمؤمنون فسيرى الله أعملكم ربنا بيشوف انت بتعمل ايه فبص لقى الرواعة دي كلها ربنا بيشجعنا بيدعمنا عشان نعمل لما تبص تلاقي انت بتقدر نفسك ولا لأ انت بتقدر الناس ولا لأ انت عارف عن ايه تقدير لما حد يقولي تعالي في الدكتور انا محدش بيقدرني فبرجع لازم تعرف عنيه تقدير عشان انت حطيت التقدير ويمكن حطيت قواعد على نفسك وتقول ده ما بيقدرني شاش معمل كذا طيب عنيه تقدير بنسب pursued يعني أحتران بنسب格 انت لم تصل لتقدير انا بقدر نفسي بقدر قدراتي لانتها لا محدودة بقدر قدراتي بقدر امكانياتي بقدر التجابتي بقدر خبراتي في الحياة بقدر انا انت انسان عنده تمن انسان عنده وزن انسان عنده قيمة فلم حد يقول لي أي حاجة أنت عارف قيمتش أنت عارف قيمتك أنت أفضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى ربنا خلانا بأحسن تقويم خلانا بإيدك كريمة سخر لنا السماء والأرض وما بينهما فمين يقول لي أنت أنت فاشل ولا أنت مش هتنفع بيقول لي اللي جواه بيطلع إدراكه بيطلع مفهومه لكن أنا الله سبحانه وتعالى خلاني في أحسن تقويم وداني كل الأسباب داني كل القدرات وبابش بيها في الدنيا وباستخدمها في الإمكانيات عشان أوصل أحقق أهدافي وأساعد أكبر عدد الممكن من الناس فدوسة لقى أن التقدير التقدير جانمر أربعة بالنسبة لإحتاجات الإنسان تخيل بالنسبة الحب والتقدير الحب خصوصا والتقدير مستشفى من الاستشفى العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية جابوا بيبيهات بيبي لسه مولود طبعا البيبيهات اللي بيحطوها في الملاجئ أخذوا اتنين من البيبيهات دول صنف البيبيهات الدول واحدة مختصة بتحضنه وتحبه وتكلمه وتلعبه والبيبي الثاني حطوه بيأكله وشربه بس محدش بيحضنه ولا يحبه عارفين الحصول إيه؟ في خلال الأسبوع البيبي لما تحبش مات قال لك يا خبر معقولة طبعا صنف الأبحاث دي كان بس ما كنوش متخيلين ممكن تحصل حلقة زي كده عشان ما تحبش عشان ما تحضنش عشان ما حسش بالأمان عشان ما حسش بالحب إنه من صغره والتاني اللي تحب زاد وزنه الفرق بين الاثنين الحب والتقدير عارف إن انت نفسك لما تقدر الناس بترجع لك بقانون العودة قانون الرجوع لما تقدر الناس أنا عندي صديق لي مدير عن فندو أحد الفنادق في مونتريال في كندا بيقول لي تعرف أنا لو ألوم حد لازم أقدره أربع مرات بسميها يعني أربع مرات لحاجة يعني إيه كلام ده لازم أقدره أربع مرات في وسطهم كده بتجيله نقط أو بتجيله رأي لكن لازم أبدأ بحاجة مهمة وانهي بحاجة مهمة تفيده وده أنا بسميها طريقة الساندويتش الساندويتش فيه عايش من فوق وعايش من تحت وجوه بتجي الرأي فباستمرها بتبدأ بحاجة كويسة عن الشخص حتى على فكرة عملها مع أولادك لما سيجي تتكلم معه بحاجة قوله كويس عنه الأول قوله أنت مبسوط منه في إيه عشان تفتح نفسه وبعدين في الآخر خالص انهي بحاجة كويسة عنه فتبص تلاقي المخ بيبني على آخر تجربة والانطبع الأولاني في منطقة القوة بينهم قوله قولك قوله رأيك فلأ أنت عايزه ما تنقضوش أنا رأيي في الحتة جي كذا وكذا إيه رأيك أنت ده الاتصال عشان تخلي أولادك ونعندهم سيخة في نفسهم الاتصال مع الآخرين بنفس الطريقة التقدير لما تقدر نفسك الناس تقدرك ولما تقدر نفسك وتقدر الناس الناس تقدرك أكثر التقدير رابح حاجة في احتاجات الإنسان فأول حاجة كذا البقاء والأمان وتاني حاجة الضمان والاستمرارية وتالت حاجة إن احنا نحب ونتحب ورابح حاجة التقدير عايزين تقدير من نفسنا ومن الآخرين خامس حاجة يمكن تكون مفاجئة بالنسبة لك الانتماء الانتماء انت عارف لو انت هتبوست لقي معظم الحرف عموما والمهن لها نقابة هتلاقي نقابة الأطباء نقابة المحاسبين نقابة الصيدلة نقابة المحامين النقابات جي كلها بتبقى بتخلي شخص ينتمي إليها وبيعمل زي بتبوست لقي معظم شركات الطيارة النهاردة بيعمل لك كارتة كده صغيرة وتاخد فيها نقط عشان تنتمي إليه فتشتري منه هو بتحسنك منتمي للشركة دي الفنادق بيعمل نفس الشيء حتى شركات السيارات بتعمل نفس الشيء عاوزك تخليها نتمي إليه إنك تكون منتمي لحاجة ده مهم جدا فإحنا لما بنيجي في الدنيا ما عندناش انتماء ما عندناش انتماء لله سبحانه وتعالى دي مشكلة كبيرة ما عندناش انتماء للدين ما عندناش انتماء لنفسك ما عندناش انتماء للعيلة انت عارف عادة من الانتماء ده فيه مصايد كبيرة فيه بعض الناس بتخرج برا وتسافر برا وبعدين يعوجل لسانه كده ويلبس زي الخواجات وبعدين يبدأ يشرب خمرة الكالة هو بقى موديرني يعني كده بقى متقدم كده بقى فيه نمو يعني أنا فيه شاب بعض الناس بيغير اسمه يسامي نفسه بدل سمير يسمي نفسه سام هو فعلا بيصبح سام لما تيجي تفكر فيها بالاسلوب ده بتغير اسمك عشان حدي شغلك طب فين انت اسمك عارفين الاسم انتماء لو انا جبت مثلا ابو سيلاقي الناس اليومين دول بيسموا اولادهم اسامي اجنبية لما تيجي تسمي بنتك اسم عجيب او ابنك اسم عجيب ما هواش اسم مثلا دينه او وطنه او نظامه بيتلعبط لما يلابسه عجيب كده مش عارفوا مين حتى مش عارفين طاقوا اللغة انتماء لما تيجي تتكلم انا عرفك شفت برنامج كان في التلفزيون اعتقد كان من فترة كان برنامج برنامج جميل جدا انا بحب اتفرج على البرامج دي زي برامج مسلا ساعة صفا وكلام ده كله اعتقد كان وطاكن مدام صفا صفوك ابو سعود كانت عزمة يعني مجموعة فنانين من الفيلم وكان بيكلموا على اللغات وبيقولوا ان الشخص مش لازم يتكلم لغة مش بتاعتهم لو كنتنا مجود في حاجة كده او حطوا حد المختصين كي حيقولهم ان اللغة انتماء الحاجة تجي مهمة جدا اللغة انتماء لما بتكلم بلغة تانية بتقرأ عن انتماءك انت بتورد انك مساقف في حاجة لكن في انتماءك انت شخصي فانا انا في بلد طلبت مني ان انا اتكلم بالفرنساوي في بلد كلها عرب فرفضت ولغيت الرحلة بحالها لاني ليه كلمك بلغة مش بتاعتنا اللغة دي بتاعت حدي تاني مش بتاعتنا احنا ليه انا حاول اشوف ان انا عشان انا شيك يعني عشان انا متقدب معاك هتكلم بلغة العربية دلوقتي بأتكلم معاك بلغة العربية انا باجي هنا بدرس بالعربي انا كنت قبل كده بدرس بالفرنساوي والانجليزي لكن عيب علي ان انا عشان عايش بره 30 سنة وطبعا الواحد لم يعيش بره فترة طويلة لغته بتضغير لان طول اليوم عملت الكلم بالفرنساوي بالإجليزي ودراساتي معظمها بالإجليزي الفرنساوي لكن لما جيت هنا في العالم العربي لازم اتعلم العربي كويس فانا طبعا عربي بتاعي كويس وكل حاجة لكن اضحك بي واتكلم بي وانكد بي لكن انا درس بي لا لو بكلمك بالإجليزي اقولك يعني دوافع عارب بتمشي ازاي في موخك وتشي ايو ان حتنتشر ازاي وتديك طاقة لما اقولك دوافع لازم تتدرس عشان اعرف انا بكلم اني مكان في موخك تعارفين وانا وقف كده كل حركة محسوبة كل نبرة محسوبة كل سرعة محسوبة وانا بتكلم بي جي اليمين رايح الموخك الشمال ده مسؤول عن التحليل والمنطق وانا بتكلم بي رايح الموخك اليمين ده مسؤول عن التخيل والابتكار حقولك حاجات فيها التخيل والابتكار لو بكلمك بالاتنين بجمعهم لك على نقطة التركيز فاجمع لك المخ الشمال وليمين ممكن اقول لك قصة وانا هنا لو عملت لك اداية كده بغدك في استمرارية كل حركة محسوبة كل حاجة محسوبة السرعة لان العقل الوعي بياخد سبع معلومات زاود اوناس اتنين فلما بقول لك الفكرة بكررها اكتر من مرة بتوصل لسبع مرات لما بكلمك بالطاقة بتاعت الفكرة بكلمك في حدود مية وتامين لمتين وعشرين كلمة في الديئة عشان تاخد طاقة المعنى ما تاخدش كلمة كلمة العقل اللوعي عنده القدرة يستعب ويخزن اتنين مليون معلومة في الثانية الواحدة تخيل لكن ما حدش علمنا الحاجات دي عشان ما تعلمناش اعاوز كلمة كلمة فالصورة انا بكلمك بيها دي الصورة العادية اللي انت بتفهم بيها لكن انت عاوز تكتب ففي الحالات دي هتمشي مع الفكرة وبعد نخد الفكرة ودي اسالي بنعلمها للناس حتى وانا نقل ان شاء الله اذا كان لربنا دينا عمر والصحة حاجة هنا وحامل حاجات في الزاكرة هدرس الناس حاجات في الزاكرة زي تفتكر اسامي الناس زي تفتكر ارقام التليفونات زي تفتكر الاجندة بتاعتك بالتفصيل زي ما انت شافين انا بتكلم دلوقتي مساعة ما جيت وكل التلسين حلقة من غير ورقة انا بعدها بتكلم برتب افكاري فتخيل انت لما يكون طالب ويذاكر بالزاكرة ويحط وقت أقل تقل حتى وبعدين يخش يجب في تسعين في المية فان شاء الله هنقدم لكم الحاجات دي لتخدم الناس فتنجح وتتميز في حياتك حاجات بسيطة جدا حاجات في الزاكرة بتزبط ازاي ترتيب الزاكرة لو طلبت من الكلم بجليزي احولها على طول اكلمك بالفرنسية احولها على طول بالعربي عندي ترتيب اعرف التلاتين حلقة دول انا رايح بيهم فين ففي الحالات دي مش محتاج لورقة مش محاوضة عرف فيها هتبقى بني وبينك ورقة عشان كده من نملك الحاجات المهمة جدا لما بنجل الكلام على تركيز الإنسان وزاكرة الإنسان وخدرات الإنسان هنا بتوصل لانتمائك يا طالعا انت متامن مين متامن بلدك متامن أهلك متامن لغتك كلم لغة بتاعتك بتكلم لغة الجنبية ليه لو مضطر معلش مع الأجانب بتوري اللغة بتسوي بين آدم لكن مع نفسك انت مع عائلتك انت كلم بلغتك حتى نتحسنها اتعلم فيها أكتر خليك فخور بلغتك خليك فخور بوطنك تدفع عنهم لما تكفر ببرة تحس قد إيه انت بتسافر ببرة تقول أنا مصري فخور بيها أنا عربي فخور بيها ما ما قالوا علينا ما ما حصل عشان كده المتشي ترجع تكلم في الانتماء وحتشوفوا أنا حاطت وقت كبير في الحتة دي الانتماء وحتشوف ان اللغة انتماء ان الاسم انتماء ان أفكارك فيها انتماء تصرفاتك فيها انتماء فلما تكون منتمي بتكمل الاحتياجات بتاعتك لانك بتحس انك مرتاح بتحس بعزة ان انت عندي عزة ان انا منتمي منتمي الاهلي منتمي الناسي منتمي الوطني وخصوصا منتمي إلى الله سبحانه وتعالى في خلال لحظات هناخد بس بريك ولما نرجع تاني هنكمل الانتماء وهنكمل بعد كده الخمس حاجات التانيين اللي هما محتاج لهم عشان يكون عندنا اتزان في الاحتياجات العشرة فخليك معايا ما تروحش كده ولا كده زي من شايفين المعلومات دي اتجمعت في 30 سنة وبحطها لك لغاية لغاية عندك في البيت فخليك معايا ما تروحش كده ولا كده انا شايفك اقعد معايا لحظات الطريق إلى النجاح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في الطريق إلى النجاح كنا بنتكلم على احتياجات العشرة للانسان ما كل واحد فينا عنده احتياجات طب الاحتياجات دي مش موجودة يحصلين انسان يخرج على طول على التزان على طول طالما ما عنديش اللي أنا محتاجه فكلين لما تكلمنا قبل كده في المفهوم الزاتي وان اللغة لها معنى والمعنى ده احنا بنخرج باللغة دي والمعنى عشان خطر نطلب احتياجاتنا وبنعمل بيها حاكتين كمان بنتصل باللغة دي بينا داخليا وبنتصل بالعالم الخارجي عشان كده الاسلوب انت بتكلم به مع نفسك بيسبب احساسك وسلوكياتك وبعدين نتائجك والاسلوب بتكلم به مع الناس بيسبب علاقاتك ودي فيها حاجة نتكلم فيها بعدين في القيم السابعة لما كلمنا قبل كده ان اول احتياج لنا هو البقاء والامان وان الانسان لو خرج عن حيز البقاء والامان ممكن يعمل اي حاجة في فيه ناس ممكن تنصب ممكن ناس ممكن تسرق ممكن ناس ممكن تقتل عشان خاطر يحس انه عايش ممكن يقضي على حد تاني عشان هو عايش ودي طبعا أسريب طبعا أسريب أسريب حرام كلها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الطريق إلى النجاح كنا بنتكلم على احتياجات العشر للإنسان ما كل واحد فينا عنده احتياجات طب الاحتياجات دي مش موجودة يحصلين الانسان يخرج على طول على التزان على طول طالما ما عنديش اللي أنا محتاجه فكذلك لما تكلمنا قبل كده في المفهوم الزاتي وأن اللغة لها معنى والمعنى ده احنا بنخرج باللغة دي والمعنى عشان خاطر نطلب احتياجاتنا وبنعمل بيه حاجتين كمان بنتتصل باللغة دي بينا داخليا وبنتتصل بالعالم الخارجي عشان كده الاسلوب انت بتكلم به مع نفسك بيسبب أحسيسك وسلوكياتك وبعدين نتائجك والاسلوب بتتكلم به مع الناس بيسبب علاقاتك ودي فيها حاجة نتكلم فيها بعدين في القيم السابعة لما كلمنا قبل كده أن أول احتياج لنا هو البقاء والأمان وأن الإنسان لو خرج عن حيث البقاء والأمان ممكن يعمل أي حاجة في فيه ناس ممكن تنصب ممكن ناس ممكن تسرق ممكن ناس ممكن تقتل عشان خاطر يحس انه عايش ممكن يقضي على حد تاني عشان هو عايش ودي طبعا أسريب طبعا أسريب أسريب حرام كلها عشان كده ما توصل لمرحلة أنت باستمرار طول ما أنت بتنتج وبتتوكل على الله سبحانه وتعالى حتلاقي ما تشمحتك تفكر في دي لأن ربنا ضمنها لك ضمن لك الرزق والعمر موزعه فأنت خايف من إيه فما تحولش تعمل حاجة تكون سلبية تحطك في جهنم بعد كده لأنك حتندا ما تعرف لو ارتلح بس بص لجهنم حتقول بس رجعوني تاني من هنا أزبط نفسك على طول من دوقتي لسه عندنا وقت وثاني حاجة الضمن والاستمرارية أنك بتضمن بقائك عشان نضمن بقائنا الناس بتشتري أكل ويحطوا خزنوه لغاية ما يبوز وتحطوا فلوس في البنوك ويمكن يموت وحد تاني يصرفها له عشان نضمن بقائي فالناس بتعمل حاجات جي كلها الناس بتعمل تأمينات على الحياة تعمل تأمين على الحياة عشان يضمن بقائه فيها طبعا تأمين على الحياة دلوقتي خصوصا فيه استثمارات أنه لو خرجت من شغلي ممكن يكون فيه مرتابي لو عملت حادثة ممكن فيه مرتابي لو عندي حاجة بأمين على بيتي لو حصل حريقة فنضمن حتجيلي فلوس الضمان الضمان والاستمرارية الناس بتفكر إزاي ممكن أضمن نفسي فالبقاء والأمان والضمان والاستمرارية وكلمنا ن ثالث حاجة إن احنا عايزين نحب ونتحب كل وقت فينا عايز يكون محبوب كل وقت فينا عايز يحب ويتحب وكل وقت فينا بفتش ويتدور إزاي يكون محبوب الناس عاوزة رابح حاجة أن يتقدر هتلاقي معظم ناس بيتكلم على نفسه عاوز يبهرك عاوز التقبل الاجتماعي وعشان كده فيه ممكن الناس تجذب تجذب هو ايه او دراساته ايه او خلفيته ايه عشان انت تتقبله وحنتكلم فيها بالتفصيل بعدين في محطة ثانية عن التقدير الزاتي هنشوف ازاي هو منقسم من دمن الحاجات المهمة فيه التقبل الزاتي هتتقبل نفسك زي ما انت انا مش متصل حد يتقبلني ربنا صبحات عاوز تتقبلني لو اشتغلت عشان انت تتقبلني هتعب جدا لان عاوز اعيش على افكارك انت مش على افكاري انا دلوقت وصلنا بعدين احنا نحب ونتحب بدنا نفكر بعدها في التقدير كل واحدين عاوز يتقدر انا بقدر نفسي واللي حوالي بيقدروني وعلشان دي حسب جامعة هارفت وويليام جيمس لو ابي علم النفس حديث قالك ان اكتر من 62% من سلوكياتنا بنعملها عشان ناس تقدرنا وعاوزي الناس تبصي وفيه اكل نفسك تجربه هتجربه بعدين هي كده فانت المفتيج تسافر برا ولا تتعلم حاجة جديدة لو عاوزين تتقدم خدي لناس بقيمك انت مش قيم الناس التانية لانك مش هتعرف تكون هما دلوقت فيه قصص في الانتماء في مطهر روعة انتوا فاكرين لما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى كسبت بطولة افريقيا في الكرة عارفين ان العالم العربي كله طلع بيحتافل بمصر بيحتافل بريق الكرة ده عارفين ده ده الانتماء كلنا انتمينا وعارف لما انسان كده نجح كلنا كده جنبه عشان ننتمي معاه فعارف الانتماء يحسسك بروعة حد يقولك فين ده فريق مين فريق مصر العربي شايفين الروعة لان فريق مصر ده حاجة بتاعتنا كلنا حاجة مش بس المصريين العرب كله والعرب في العالم كله كانوا بيحتفلوا باللعبة دي فكان ده و بتاع كان للي احتفال فكان ما عندكش فكرة شفته في الشوارع الناس كانت بترقص من الروعة يقول لك الله ده احنا هو ده احنا كسبنا بطلاطه عارف الحاجات جي كلها انتماء في يوم الايام انا بفرض لله سبحانه وتعالى كنت بدأت تعرف شوية برة وبعدين طلبوا مني انا كنت عملت تعلوم جديدة خصوصا في فن المبيعات والادارة والتسويق وكلام ده كله ووريت ان الاعتراضات في المبيعات ممكن تعديها بسبع مبادئ مش محتاج يعني ربعمائة صفحة ومسونة هما سبع مبادئ هما الخمس اعتراضات وسبع بعض فبسطتها جدا فكانوا هتوني في الصفحة الاولى مع ثلاثة من اقوى الثلاثة موجودين في التنمية البشرية في كندا لكن طلبوا مني هنحطك في الصفحة الاولى مع الثلاثة دول وشايف قدي احنا بنقدرك بس بشرط قلت لهم ايه الشرط قال بلاش الاسم ده شوف لك اسم تاني يتماشى معاكم تراجل مديرني بقى وبتاع حط لك اسم جديد وقال لك بلاش ابراهيم حط براين والتنقصت بعض كده والتنقصت بعض كده والتنقصت بعض وحلوين كده بيفكرني بالحلقين بتوع زمان وحنا صغارين يحلق لك نص كلب يلا يا لألف مبروك تعال بكرة قطروا طب دين كده 24 ساعة فكر عشان يجيب اسم كده ماشى مع شكلي اكتر انت مش عايز ابراهيم الفئة دي او ابراهيم لا هلتك اسم جديد تاني يوم جبت له اسم رباعي ابراهيم محمد الساد الفئي عربي جدا ومسلم جدا لغز من عنك والانت المش عايز تحطيني في صفحة الاولى الحكيم الصيني قالوا لنا الحكمة في كلمتين قال لهم تز في حكمة اليوم النهاردة انت يعني عشان تقبني اتحط في صفحة الاولى يبقى لازم اغير اسمي يبقى لازم اغير وطني يبقى لازم اغير انا مين مش عاوز الصفحة الاولى بتاعتك وعلى فكر لما عملت كده الناس تحترمك اكتر لانك عندك قيم عندك قيم لحدود ما تعدهاش فبصت لت ونزلت برضو في الصفحة الاولى قال لي طب لاش محمد السادي خليها بس ابراهيم الفئة وانتشرت حاولي العالم بابراهيم الفئة تحترمني زي ما انا ما تحترميش زي ما انا ما فيش حاجة غلط لا تغضب الله سبحانه وتعالى وده انتماء انتماء لنفسك انتماء لبلدك انتماء لدينك انتماء لوطنك انتماء انتماء متامي او لا انتماء متامي لمن طيب لما بتيجي تسافر برا متامي لمن هل انت فخور بنفسك انك عربي انك مصري عربي هل انت فخور بنفسك هل انت فخور بنفسك ببلدك هل لما بتخرج برا بتبقى فخور تقول انك عربي ولا بتخاف هل بتقول انك عربي ولا بتكلم بلغة عشان يفهموك بيها فهم ازاي الانتماء ده مفوش حاجة عيب لان في بعض البلاد لما بيجي يطلع حد يمثل بلده بيتكلم باللغة بتاعت بلده وبيكون فيه مترجم مع انه بيعرف لغات ايه السبب بيمثل بلده فمنتامي اللغته فاللغة مهمة جدا نحن نكون متاميين بيها لان اللغة انتماء اسمك انتماء بلدك دينك انت متامي لله سبحانه وتعالى طب ايه اللي عملت بالله عز وجل الاخيرة انت منتامي لله منتامي للرسول عليه الصلاة والسلام طب ايه اللي انت عملته عشان تعب عشانك قديه الرسل والأنبياء والصحابة أولي الصلاحين الاخلاق والروا انت منتامي لمين فالانتماء شوف جاه Bun خامس احتياج احتياج من احتياجات الانسان لانك لو مش منتامي الحاجة ستكتب طب انا منتامي لمين طب مين عائلتي طب مين اهلي عشان كده أطفال الملاجئ إذا كانش يجبونهم ناس يحبوهم جدا ويتبنوهم ويكبروا على أنه عارف إزاي أنه هو ابنه فعلا ما عندوش انتماء طالما فيش انتماء تروح لأبلاء على طول مش حاسس أنه متقدر تروح لأبلاء على طول مش حاسس أنه محبوب تروح لأبلاء على طول مش حاسس أنه عايش وتحطه في البقاء فالانتماء مهم جدا من أول النهاردة أنتوا عارف أنا أقول لك حاجة بص على بعض الفضايات العربية والأجنبية بالنسبة للأغاني أنا ما عنديش نقط فيه ألوان دا لون ودا لون ودا لون كل حاجة ديه ألوان وأنت بتتفرج أنا ما تتفرجش مش مبسوط إيه في التلفزيون فأنا ما عنديش حاجة ضد حد ولكن أنا بتكلم فيه ألوان معينة تعتفرج على بعض الفضايات الأجنبية والعربية واتفي الصوت وتفرج على الصورة هتلاقي نفس اللبس هتلاقي نفس التحركات ولو فتحت الصوت وقفلت الصورة هتلاقي نفس الرتم في السلم الموسيقي نفس الرتم السريع دلوقتي دلوقتي طب احنا فين الثقافة بتاعتنا فين اغنين احنا فين نظام نحنا فين فرقة رضا تاعت زمان فين امو كالسوم عبدالحليم لما عمل ده عبدالحليم كان عامل ايه ده كان عامل دعاء اجعلني صادم اقولش غير الحق اجعلني اسمع صد دميري الحر شوف الروعة امو كالسوم ليس المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا كلام بتسمعه روعة ده اللي انا بتكلم عليه فين احنا في دول لما تطلع تطنطط كده زي الارد وتطلع بيت لابسة من غير هدوم وبعدين 35 واحد وراها عاملين اطنططه زي القرود ما ده اللي بيعملوا بارحنا معنا احنا ليه بتعمل زيهم وبعدين كلام عجيب بيتقال كلام مالوش معنا حتى انا شفتوا واحد قعدت معاه واحد منتج كان حينتج حاجة كده برضو من لعبطة وجاملين بيت صغيرة كده ويعني اهم حاجة انها تلبس من غير هدوم ده المهم يعني عشان خاطر وحط جاء وراها 35 واحدة او واحد بيت نططه كلهم وما حدش فهم حاجة وهيصة هيصة هيصة وكله زي بعضه وكلهم بيغنوا بنفس الطريقة رجل وست ده بيحبيني وده سابني وده كسر لقلبي وده حطام لي نفوخي وحوليت بسببه فاتلينا حب طبعا الستاذ هشام عباس عمل حاجات جميلة جدا وفيه اغاني لها معنى وفيه بعض الناس دلوقتي بدأ يخرج ويعملوا معاني نفهم لكن انا عدت مع الراجل ده بدأ يقول لي انا حامل اغنية معينة وحننزلها في السوق قلت له عاملة ازاي قال لي يعني حاجات من اللي انت بشوفها كويس دلوقتي قلت له طب عزيما حولك حاجة احنا عندنا قول بيقولك من فكر في امرأة او نظر اليها وتمناها في نفسه زانة فيها بفرض ان اللي انت حاطتها في التلفزيون دي ولبسها من غير هدوم عندها خمسين مليون بني ادم بيتفرجوا عليها وعشر في المية فكروا فيها تفكير زنا تعرف في كم زنا خمسة مليون هي طب والمخرج عنده على قل الدبل وانت سيادتك عندك كل الخمسين مليون فحتتتعمل باربيكيو ان شاء الله في الدنيا وفي الاخرى انت مجهز نفسك لاخر قعد معي ربع ساعة فما انا مرضاش اعملها وبدأ يعمل حاجات تانية يستفيد منها انا بس بحد بعتلي اغنية الكلام عارفين الكلام ايه بيقول لي قطعني حتة حتة والمين اي قطة انا كنت بحبه واحد لوقتي بحب الستة شايفيني الشعر شايفيني الروعة قادل خيبة وخمسة وثلاثين واحد تيت 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 شوية ارود بيعملوا ايه كله ما نشفهم حاجة طب انت عاوزين من ايه يعني انت عاوز توجهني ل ايه طب فين انت انتمائك فين لغتك فين موسيقتك فين روعيتنا فين التمثيلات فين الحاجات الجميلة كنا منتعلم منها ما فيش حاجة في حاجات هابلة فلما تضيق لبص كلهم زي بعض عايز حد يطلع لغنوة للشباب اللي في السنة والعامة بيتعافوا للطالب اللي عاوز ينجح للعامل المجتهد للام اللي لسه عارف للحامل عشان تنازل ام لعيد الام لعيد طبعا الحاجات جي كلها طلعونا الروعة جي كلها عشان تبقى منتامي لنا واحنا كمان ننتامي للك فهزي الانتماء الرائع تبص لقيه بيكبرنا كلنا وتلاقي العالم يحترمك اكتر ويبقى عايز يقرب منك اكتر لكن لو ما عندكش انتماء على طول راحت منك ثقافتك راحت منك لغتك راحت منك فسهل جدا طالب ما عندكش قيام سهل جدا اي حد ممكن يوقعك فهنا الكلام ده كله كلام بسيط جدا انا ما بكلمش بحاجة غير انت خد بالك من نفسك انت بتكلم ايه اتكلم لغتك بتحب مين اهلك وطنك يوم لما تتعب برا انا جالي والد بمرة في كندا والولد ده كنا شفناه كان بيبيع فيديوهات عربي وبتاع فاحنا الحاجات جي ما كانش موجودة كتير فكون عايز نتفرج على افلام عربي فكون روح نقجر منه عمر ما روحت شفته لما كان معاه اللي يشتم في مصر ويشتم في البلد ويشتم في الدنيا وكان مصري مهم مع باسبور ايطالي وانا ايطاليا وصال باسبور ايطالي اللي حصل اللي كان معاه شريك ونصب عليه وخد منه كل الفلوس وانا وقته كنتم مجير عام فونضم الفنادق فجابهولي عشان يشتغل فانا قلت له انا من عناية الاثنين بس حطلب منك طلب ده مش يعني عارف ما هواش امر قال لي وانا عندي 28 سنة يعني عدت 28 سنة لحمك تافك من خير بلدك لو اتش بتكلم وحش عليها انا هشغلك وان شاء الله احنا لعن ساعدك وشوف الاخر وشوف الاخر مين اللي ساعدك ولو ادبس تروح منك الباسبور ده هترجع بلدك هم اللي هيشلوك اخواتك صحابك حبيبك امك الاساسية هي بلدك شغلنا بعدها باسبوع شتم العرب بحالهم مصر مكادش كفاية فرئيسه لما جيه ماشي مكانش معه فلوس عشان يسافر احنا جمعناه الفلوس ودينا همله وانا بدي همله تقول له ربنا يوفقك ويهديك وان شاء الله تعرف كويس جدا السح من الغلط عشان خاطر طول ما انت مش منتمي هتلاقي نفسك ضايع لاني مش ممكن تقدر تكون حد تاني ولما نرجع ان شاء الله هنتكلم على التقليد وهنتكلم ازاي الانتماء من غيره والنسان ممكن يديع تماما فاحنا هنرجع في المحطة الجاية هنرجع ان شاء الله في المحطة الجاية والمحطة الجاية هنكمل بقية الاحتياجات العشرة وبعد كده هنبدأ نخش في القيم لان من غير القيم انا حططت زي ما نشافين بالترتيب ده لان الناس لما تسي تتكلم في النجاح تتكلم على اهداف على طول بس لو انت ما عندكش عارف يعنيه قيم لان القيم هي الدافع للهدف فلو مش عارف القيمة الهدف ممكن يقع منك فلانا بديها لك هو الطريق الى النجاح عشان كده سمناها الطريق الى النجاح فافتكر معايا فاكرين الادراك فاكرين المفهوم الزاتي افتكر انت انا ما تقولش لا انا طويل ولا اصير ولا طخين ولا رفيع ولا انا اسماعيلة ولا حد قال انت فاشل وسداته وحطيت الانوند على نفسي انت مش دول انسى ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا انت حاجة من دول ولا لونك ولا شكلك ولا ولا انت حاجة من دول طب انت مين افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى خلق لك السماء والارض وما بينهما انت لمعجزات في معجزات في معجزات افتكر دي طب وايه التحديات دي نشطات في الحياة اتعلم منها وخليك اروع في حياتك وافتكر عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك لانه والله ممكن تكون اخر لحظة في حياتك انت جاهز فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بالتطبع بخلي الرسول بالرسول بالانبياء بالصحابة بالقوية الصلاحين بعد كده بالكفاح كافح اتعلم اقرأ فتش دور خليك احسن حاجة لحياتك وانت عايش كم مرة ما تخليها رائعة وطول ما انت ماشي عايش بالالتزام وبالاسرار وبالاندباط وانت بتعمل كده عايش بالصبر وكمل كل دول عايش بالحب واطر قيمة الحياة وقت ما شوفكم ان شاء الله في المحطة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته